أحسن الله إليكم فقرته الثانية في هذه الرسالة وفي سؤال يقول كيف كانت لا إله إلا الله كلمة التوحيد مشتملة على جميع أنواع التوحيد نعم لا إله هذا نفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله هذا إثبات العبادة لله عز وجل هذه الكلمة على اختصارها تشتمل على نفي وإثبات نفي العبادة عن غير الله لأن معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وإثباتها لله سبحانه وتعالى ففيها أنواع التوحيد فيها توحيد الربوغية فيها توحيد الولوهية وفيها توحيد الأسمى والصفات لأنها متلازمة لأن أنواع التوحيد متلازمة بعضها مع بعضنا